السلام عليكم ورحمة الله. اذا دائما في اطار الاستعداد المسحن الجهوي دل الفين وعشرين. الذي نشوف اجواء خاصة. نطلب الله ان شاء الله ارفعنا هات الوباء. حسب الاطار المرجعي الجديد. يعني انا عدكم اطار مرجعي جديد. ماشي بحال انك الاطار المولفين كي يكون ديما. اه غنشوفو ان شاء الله تمارين تاني. كانت تمارين الاول الفرنسية. دل اه معادلة مستقيم. ودل لغة بار دول بلان. غنشوفو دبا هالمرة اه تمارين حول المعادلات. انواع المعادلات اللي غير تحضر لكم. والمتراجحات. نشوفو كيفاش غنحلوهم. ولا كيفاش نتل الحلول على مستقيم مدرج. انا غنشوفو شتى الاسئلة كل مرة غنجيب لكم اسئلة في شكل. وعلى اساس ان شاء الله المرة المقبضة. وعنده الاتسمنين خاص بالنظمات. نشوفو جميع النظمات. ونشوفو جميع الطرق. طريقة الجبريق. اذا حسبها مع تعويض والتأريف الخطيئة. والطريقة الميبيانية. ونشوفو مسألة. ونشوفو بعض اسئلة ان شاء الله المتعلقة بالنظمات. اذا نعندهو على بركة الله. اذا لنحل المعادلات التالية. 3x نقص 5 يساوي 1 زائد جوج اكس. اسهل ما يكون. اي. ديما كنت ديوا المجهول في طرف الاعداد المعلومة. كنت دوا في طرف اخر. اذا 3x سوف ندعوها. هذه جوج اكس موجابة. سوف ندعو سالبة. نقص جوج اكس. ساوي 1. هذا نقص 5 كانت سالبة. كانت في الطرف الاول. اذا سوف ندعو الموجابة. سوف نحسب. 3x نقص جوج اكس. هي اكس. يساوي 1 زائد 5 زائد 6. اذا سوف تتحقق من هذا الشيء الذي وصلت. او صحيح او لا. قد ترجع المعادلة في الاول. قد تعوض اكس بالسطاق. سوف يكون لديك تساوي هنا. اذا نضرب 3 في السطاق. 18. 18 نقص 5. هي 13. تلقتيها 13 في الطرف الاول. 7 وثاني هنا. جوج في السطاق. 12. 12 زائد 1 13. اذا 13 يساوي 16. اذا هذا الشيء الذي وصلنا له صحيح. ومنه؟ استقروا حل لهذه المعادلة. سوف تجد النقطة لك. اذا سوف ندعو المعادلة الثانية التي فيها القصور. او فيها المقامات كيف يجب ان تتعاملوا معها. اذا سوف ندعو المقامات وصافية. ليس شيء صعيب فيها. اذا سوف ندعو 3 نقص x على جوج. يساوي إذا يกبر قاطعناو قطعناو. حسنا حين الوعي المقيمة و سناكن أنس vase. إذا جوج قيّد ع about six إذا ضربت جوج بال contribute II رأيي في بعض النقص creatures to 3 وبعدها هذه هي في بعض نقص Z إذا ضربت جوج للحميل carriage مقيمة aa نقدر مستخدم خطة ثلاثة نكر ثلاثة نقص 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 ثلاثة ثلاثة نقص ثلاثة نقص ناقص 3x يساوي ناقص جوج x ناقص جوج في x ناقص جوج مضربه في ناقص واحد ستولى زائل جوج سالب في السالب سوف نعود المعادلة للأول ناقص جوج x نضع في طرف الأول وتعود في طرف الثاني ناقص 3x ناقص جوج x هذا يتم مجموع عددان سالب وهو عدد سالب سوف نضع الجمع 3x زائل جوج 5x جوج ناقص سعود وهي ناقص 7 و هنا ندرى ناقص ندرى ناقص 5x و اشياء x تساوي ناقص 7 أو ناقص 7 بطريقة سهلة كيف تخلص مع هذا ناقص ناقص 5 سوف نضع هنا في ناقص 1 كل طرفي المعادلة لدي معادلة لا تخاف لا متراجحة سوف ناقص 5x ناقص 5x ناقص 5x ناقص 7 ناقص 7 ناقص 1 لكي تقوم المعادلة تقوم المعادلة تقوم المعادلة ناقص 5x ناقص 5x ناقص 7 تقوم المعادلة تقوم المعادلة ناقص 7x ناقص 6x وهو حل لهذه المعادلة بكل بساطة حلنا جاوبنا على جوجة المعادلة كيف سيجيب هذا الطرف الأول ولكن فهو مغامرة لأن هذا الناقص سيخرجك قد ترجعه زائد وما تعرفش هنه يوجد نشاره هنا بهذا الناقص فهم كيف سيجعله بحل هذا التعلمي ولكن من أحسن نجعله بحل هذا الطريق أحسن بحل المعادلة تخلص من المعادلة وعندما ترجعها معادلة بحل هذا الناقص وكيف سيجعله معادلة فهذا المعادلة الثالثة لديها جدا وهنا تعمل هذه ثلاثة العوامين ناقص X على 5 X ناقص 1 وهنا يكون من مصر ثلاثة ثلاثة وكيف تجعل تلاحظ بعد التلاميذ مكرا وكيف سيجعله هنا يوصي سفر ثلاثة العوامين لن تكون فلاثة العوامين كيف سيجعله جيدة ثم ثم لك أفوا ourselves سفر إما أنه يأمر سفر أو الوضع ثم أعني ثلاثة المعادلات هذه فرأة سهلة نقص خمس على خمسة نقص naszym نقص x Hart لا أعني ذات المعادلات هذه X ناقص 1 على جوج يساوي 0 أي X يساوي ناقص 1 للجوج أو 1 للجوج وهذه X يساوي ناقص جدر 3 لأنني أضع الطرف الآخر إذا قدرت خرجتها مع عينك إذا كنت خفيف و قدرت أعرف كيف تتعامل مع هذه المعادلات إذا ندره نصحه أي ندرك ناقص X على 5 يساوي 0 أو X ناقص 1 للجوج يساوي 0 أو أو و قدينا هنا نأتيink se a ناقص x على 5 يساوي 0 أي X يساوي 0 X ناقص 1 للجوج يساوي 0 أي X يساوي أ Alexander jack و من هذه المعادلة عند ثلاثة الحلول. سفر واحدة لاجوج وناقص جدر ثلاثة هي حلول هذه المعادلة. قول بساط. عنده السؤال الثاني هو فيه آلف وباء. يجب أن تحقق. ديماً منك يقولك تحقق. يجب أن تحقق هذا السؤال الثاني مباشرة من المعادلة. تحقق. من بعد ستجد استنتج. الفرنسي يقول كفيري فيك. ان دي دوير. إذن تحقق. هذا سوف نخدمه بي بي هنا. قرأ مزيان. تحقق أن. جوج اكس قاري زائد خمسة. اكس ناقص ثلاثة يساوي. اكس زائد ثلاثة عامل دل دوز اكس ناقص واحد. لا يوجد ضرورة من هنا إلى هنا. يجب أن تبدأ من هنا إلى هنا في هذه الحالة. يجب أن تنشر هذا الشيء لتجد هذا الشيء. يجب أن تحقق هذا الشيء لتعملها. هنا يجب أن تكون مشكلة خصوصا بالنسبة للمستوى لكم. في هذا العام الجائع يجب أن تكون قادرين تعملوا هذا الشيء مباشرة من هنا. ولكن هذا العام يجب أن تنشر هذا الشيء. يجب أن تضرب هذا الشيء. من بعد ستنتج حلول معادلة. يبارك بأن هذا الجوج اكس قاري زائد خمسة اكس ناقص ثلاثة يجب أن نعوض بهذا الشيء. وبالتالي ستكون لدينا معادلة على شكل جداء. فهذا الشيء يجب أن تكون هناك. لا تفهمني كيف يجب أن تكون الهدف للسؤال. من بعد سنرى المطارة الرجيحات. هذه سهلة. وهذه هي تيارة سهلة. نعرف كيف يجب أن تعملها. ونرىكم كيف يجب أن تتمثل الحلول على مستقل مدرج. هذا الشيء سيكون إن شاء الله في الجهوي. لا يخرج إلى هذا الإطار هذا العام. يجب أن تحقق أن الجوج اكس قاري زائد خمسة اكس ناقص ثلاثة. اكس زائد خمسة اكس ناقص ثلاثة. اكس زائد ثلاثة. عامية الجوج اكس ناقص ثلاثة. جوج أليف. جوج أليف. جوج أليف. جوج أليف. جوج الأسود. لنبقى واحدين مقادلين. هنا أليف. سهل تحقق. كنا اخذوا هذه ونشروا. لدينا تحقق. لدينا. اخذوا هذه. اكس زائد ثلاثة. عامل للجوج اكس ناقص واحد. يساوي. يجب أن تنشر هذا الشيء. تبقى غادي وتوصل لهذه. إذن اكس في دوز اكس. دوز اكس قاري. يجب أن تكونوا عارفين قواعد القواعد. اكس مضربة في ناقص واحد. ناقص اكس. ثلاثة في جوج اكس. ستة اكس. ثلاثة في ناقص واحد. ناقص ثلاثة. نحسب. جوج اكس قاري. ما كان شي حاجة في اكس قاري. نكتب جوج اكس قاري. ناقص اكس زائد ستة اكس. هي خمسة اكس. لأن ستكبر من ناقص واحد. ستكبر من واحد. ستكبر من واحد. ستكبر من واحد. نحن نأخذ الإشارة للعدد الأكبر. إذن نضر موجب. وما كان هذا سالب وهذا موجب. إذن ندر الفرق. 6 ناقص واحد إلى خمسة X ناقص ثلاثة. هي هذه اللي تطلبها من الشهر. إذن مدام هذه يساوي هذه. إذن هذه يساوي هذه. إذا كانت A يساوي B فإن B يساوي A. إذن نقول جوج X كارين زائد خمسة X ناقص ثلاثة يساوي X زائد ثلاثة عمد الجوج X ناقص واحد. هذا السؤال الثاني هو لا يخدمين هذه. استنتج حلول المعادلة. هذه يساوي 0. لنستنتج حلول المعادلة. جوج X كارين زائد خمسة X ناقص ثلاثة يساوي 0. ستعود هذه. X زائد ثلاثة عمد الجوج X ناقص واحد يساوي 0. لأننا قلنا هذه هي هذه. وما طلبا مننا هذه يساوي 0. إذن هذه يساوي 0. حل هذه يساوي 0. هنا أرجعنا إلى الجودة التي كنا نخدم منها ببداع. ديروك هذه اللامة. X زائد ثلاثة يساوي 0. نضيبنا هنا أو. X ناقص واحد يساوي 0. أي. X يساوي ناقص ثلاثة. أو. X يساوي 1. أي X يساوي 1 لجوج. مفروم هذه. X يساوي 1. أي X يساوي 1 لجوج. دائما في انتحان. حاول ما أمكن. تضعوا هذا الشيء بالتفاصيل. باش ما تضعش لكم تنقطة. سوف ندقب مما اسميتم. لا تنقصوا بثلاثة. ومن. لدينا هذه المعادلة. عندها حلين. هذه. هذه كنت تسمى معادلة الدرجة الثانية. سوف نشاء الله العام المقبل. وباشرة ما تقوش تعملوا بحلقة. وباشرة ما تدروا واحد طريقة أخرى. العام المقبل ان شاء الله. سوف يكون في شيء حويج مهم للزاف. فكن نصحكم ان شاء الله. باش تبعوا مزيان. وتبعوا من بداية السنة الدراسية ان شاء الله. يكون ان شاء الله بحول الله هذا الشيء. هذا الشيء. هذا الوباء. ان شاء الله يكون. نطلبوا الله سبحانه وتعالى السنة. ما يكون حيت. وان شاء الله. ان شاء الله. الرجوع الرسم دي الناء العادي. ومنه. ناقص ثلاثة وواحد على جوج. وهو ما حل لهذه المعادلة. كده نغان الرجوع المعادلة. اه دون قد بغان دوزو المتراجحات. لازل نكواصل. متراجحات لتألف سبعة اكس ناقص ستة اكبر او يساوي سفر. سبعة اكس ناقص ستة اكبر او يساوي سفر. نظر هنا ثلاثة. هنا آلف. متراجحات. سهل المتراجحات. اي. نضع هنا سبعة اكس. اكبر او يساويه الناقص. نستغل الطرف الاخر. استغل. وانا كنا نشاهد الناقص. كي خلعه من كي يرده هنا. كي يرجع هذي ساليب. لا. كي يقلبها. ما عمركم ما تقلب. عدد هنا ساليب. كي ترجع هنا. ما عنده علاقة مع هذ المنح هذي المتفاوت. امتى كنبدل هذا. من كن مغان نضرب في عدد ساليب. كي ترجعه انا كنبدلما هذي محلوا. كي نضربها هذي ناقص بتجد طرف اخر. من المثال تلاحظ انا كنبدل هذه. فنبدل المنح هذي المنحة. كي نبدل المنحة منك تكون قدام هذي اكس. عدد ساليب هنا. كتبخي تخلص منذك عدد الساليب. كنت ضرب في عدد ساليب خار بشيء الموجه. اذا إذا كنت ضرب في عدد ساليب. وكانت عندك متراجحة ثامن. فاننا كنت تقلب. إذا كانت أكبر كتولة أصغر وإذا كانت أصغر كتولة أكبر أما هنا ما أضربتش ما أدرت أولونا رغير هذا ناقص ستدلت الطرف أخر إذن هنا يصافي نقسم 1-7 وإذن X أكبر أو يساوي 6-7 آه ما عندي ما نضرب ومن جميع الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي أكبر من أو تساوي 6-7 هي حلول لهذه المتراجحة متراجحة هذه ليس معادلة إذن قطلنا معادلة وحدة أخيرة وهي رغم نتلو الحلول بحال هذه بحال هذه ناقص 3X زائد 1 ناقص 3X أصغر من ناقص 1 ناقص 3X ناقص 5X أصغر من ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 3X ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 نتفق معكم نضرب 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 ناقص 1 أصغر نضرب ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 لن تقلب المنحة دائرة من هنا ناقس 1 المنحة المتفاوتة ما أصغر أو أكبر كان أكبر أو أصغر؟ كان أصغر أو يساوي غير أكبر أو يساوي. ذي ما ذلك أي يساوي كتبقة إذا ما كان صافي كتحيد. إذا قد رجعتها الموجب صافي. نقلب هنا إكس أكبر من جوج على خمسة نقسم هذا على خمسة عدد موجب ونقسم هذا على خمسة. هذا هو صافي. ومنه جميل أعداد الحقيقية أكبر قطعا من جوج على خمسة هي حلول هذه المتراجعة جميع الأعداد الحقيقية أكبر قطعا أكبر قطعا من جوج على خمسة هي حلول لهذه المتراجعة كيف قالنا كيف أشعر المتراجعة بس ساعة ثلاثين إذا نقوم بإضافة المستقيم مدرجك بإضافة المحور لانظروا على المستقيم بإضافة المساعدات والننشفة . أحاول نحنزل في الفسط على الصافر او عدد المجابآ ربعة 5 اذا زوجة اكبر او اصغر او اصغر. اذا اكس اكبر من. اذا كبر من جيشة الان. اذا يكون اعداد موجا باك اذا يكون احد احد اربعا خمسة ونستطيع نحلولة. نعم. اذا دمينا ان هذا العدد اذا تعليم او لاسر. اذا كان اكبر سوف نحلوها الان. قد اصغر سوف نقوم بان لاسر. سوف نضع هذا الشيء هنا. وجوج على خمسة مداخلة في الحلول. حيش قطعاً هنا. نضع خمسة. نضعها بحركة. لا يوجد هنا. على الحلول وما هذا. وما هذا اللي يتلم هنا بالحمر. هذا المخدش. هي. يعبر عن الحلول لهذا المتراجع. سوف نظن استفدتم من هذا التمرين. وخاشوية متواضع. ولكن حاولت ما أمكن ندير فيه أكبر عدد من الأسئلة. اللي ستكون إن شاء الله في الجهة المقبل بحول الله. إلى ذلك من الحين. شكراً لكم. وإلى فيديو آخر إن شاء الله.